وقت خبر مهم جدا متعلق بالقطاع المصرفي حيث حقق البنك الزراعي المصري معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغ حجم محفظة القروض حوالي 75 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 6 مليار جنيه بالمقارنة بحجم محفظة القروض في نهاية يونيو 2023 وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 518 ألف عميل كما شهدت محفظة الودائع ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 184 مليار جنيه مقابل 161 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 وبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 23 مليار جنيه وبلغ حجم المنح خلال النصف الأول من العام الجاري 8.9 مليار جنيه كما بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.7 مليار جنيه فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.6 مليار جنيه لصالح 176 شركة وارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من 119 شركة بنهاية يونيو 2023 لتصل إلى 1208 شركة بنهاية يونيو 2024 والتي بلغ حجم تمويلاتها نحو 16.5 مليار جنيه وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك الزراعي المصري لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ترجمة نانسي قنقر